لا زال السيسبانس والترقب يطبعان المشهد الكروي المحلي قبل جولتين من إسدال السطار على أغرب موسم في بطولتنا التي لا تعترف لا بالأخلاقيات ولا بالمنطق وسط سكوت الجهات المسؤولة عن الفضائح التي تحدث هنا وهناك وكأن الأمر لا يهمها فلا رحت تفتح تحقيقا فيما يحدث أو على الأقل تسائل الضالعين في الفضيحة بالرغم من أن الشارع والصحافة يدقان يوميا نقوس الخطر فهل مسؤول كرتنا ورياضاتنا لا يتابعون الأحدث الكروية في بلادنا أم أنهم قرروا العمل بمقولة شاهد ما شفش حاجة المؤكد أن الجميع يتحمل مسؤولية المشاهد السينمائية التي باتت تبثها مبارياتنا وبطولاتنا مادم أن البطل ذمن البقاء قبل جولتين والمهددون بالسقوط في مرحلة الذهب يتحولون إلى مرشحين للتتويج في الإياب وما دم أن الشارع يفضح المرتاشين والمسؤولون يرتدون ثوب المتفرجين نحن يوم على ثلاث نقاط بمساهمة من بيروت يعني تلك الحراش وما يعطون لهم لطروابهم مش الدول بروابهم في التيارة يعطون لهم لطروابهم أنا محمد العيب كنت نشوفه في واحد ليماتش بتاع نهاية الموسم برقش شتوا هنا مع الخرب مربحناش موراها شتوا مع العلماء مربحناش كي الخرب كي العلماء بينزوج كانوا يلعبوا على تفادي السوقات وش جيدير هنا مع الباليش فأي مصداقية بقيت لبطولتنا التي لا تخضع لأي منطق سوى لمنطق المال الذي سود صورتها لتتحول المباريات إلى مجرد سلعة تباع وتشترى واللعبون إلى مجرد ممثلين يتقاضون الملايير مقابل أدوار فاشلة ينشطونها